موسيقى تعد الأحياء والمناطق التي لم تمر من خلالها ميليشيا الانقلاب بشكل فعلي في مدينة تعز من أكثر الأحياء تعرضا لذلك الصلف الميليشياوي الذي أغلت فيه الانتقام الأول وهو الأقصى والأنكى تمثل بارتكاب مجازر إنسانية بشعة والثاني تمثل بتدمير بنية حياة ومقوماتها في آن واحد ترجمة نانسي قنقر اندفعت ميليشيا صالح والحوثي في بداية اجتياحها المسلح لمدينة تعز وكلها إيمانا بأنها ستلتهم مناطقها وأحياءها وأريافها بنفس الطريقة التي اجتاحت بها أغلب المحافظات اليمنية التي ما إن وصلتها أي مدينة تعز حتى اصطدمت بواقع رفض وتنديد بالانقلاب واجتياح المدن بقوة السلاح هذه المفردة كشفت الوجه الآخر للمشروع الذي تحمله جماعة الحوثي ومن أجله قدمت حينها أخذتها العزة بالإثم من خلال تبنيها عملية التصعيد العسكري بهدف إخماد تلك الثورة القائمة وبالفعل استطاعت بقوة السلاح تطويع أغلب الأحياء فيما بقت أحياء أخرى سدا منيعا أفسدت عليها نشوة تلك السيطرة يأتي في مقدمة تلك الأحياء حي الكوثر التابع إداريا لمديرية القاهرة والرابط الرئيس بين وسط المدينة غربا ومنطقة حوض الأشراف والحوبان شرقا هذا الحي يعتبر أكثر الأحياء كثافة سكانية فيه طبعا يعتبر من مديرية القاهرة ضمن مديرية القاهرة ينقسم إلى عدة أحياء وعدة تحارات ومناطق فوق حي الكوثر تبات الإخوة يريدون الطلوع من الكوثر إلى الإخوة تبات الإخوة تبات استراعية مهمة في وسط تعز وفي قلب تعز يكمن الهدف الاستراتيجي لميليشيا الإنقلاب من وراء السيطرة على حي الكوثر بجعله ممرا آمنا لها نحو حي الأخوة الاستراتيجي الذي تحاديه من الناحية الشرقية هذا الهدف جعلها تكثف محاولاتها مرارا وتكرارا لكنها كانت تبوء بالفشل في كل مرة مما دفعها إلى اتباع السياسة ضغط أكثر فركزت هجماتها وقصفها على المنازل والمحال التجارية في تخوم الحي الجنوبية المحادية للخط الرابط بين جولة الأخوة وجولة الحوض إضافة إلى فرض توقع عزلة وحصار على تحركات السكان ومنعت عنهم كل سبل الحياة ميليشية الانقلاب حاولت لأكثر من مرة تغلغوا في المنطقة حاولت تهجير السكان حاولت خلاء المنازل سرقت بعض المنازل تمت هذه على مستوى فردي ضيقت على الناس تمنع خروقهم حددت ساعات الخروق والدخول حددت ساعات العمال أيضا أوقفت المؤسسات والهيئات والوزارات عطلت الحياة العامة بشكل كبير أكثر المواطنين في المنطقة نزحوا غادروا منازلهم الأطفال تركوا المدارس كل هذا بشأن سياسة التضييق التي مرستها هذه القوى قوى الانقلاب في المنطقة ما فيش دكاكين ما فيش أي حاجة تشي تروح للسوق ما تقدرش لأنه قنص إلا نلوف من تاحت ومندري من فين من ذا عشان يوصل على حباته ماطا ولا حباء وغلاء وحاصرون بالماء لولا رحمة الله إنه نزل لنا مطار هذه الفترة وكنا نشرب من حق المطار وإلا ما فيش حتى ما حاصرون منه قلتوا لون باقي ناقص الهوى لو حصلوا يسدوا لنا الهوى بيسدوا كنا ما نقدرش نروح ولا ندخل الغرفة قال لنا رصاص بيقيلة فوقك ما تدخلش ولا مكان بلس بالحقرة كنا نجمع بالحقرة و بالبيدروم كنا نتقسم نص هناك و نص هناك كان كل العمار ينزلون عندنا أتت رصاصة حارق حارق دخلت عبر من جهة القصر الجمهوري الجهة الشرقية اخترقت الزقاقة البلكونة كانت ألمنيوم أصلا اخترقت الزقاق لتحرق الستارة الموجودة فلاتت على الغرفة و احترقت بأكملها الشباب شافوا قزاهم الله خير شافوا من تحت انه البيت تحرق فطلعوا مسرعين حتى يخمدوا النيران أتوا ينقلون الماء و الناصة الميليشيات من عند المالية والبريد ترميهم ترمي من فوق رؤوسهم وهم يمشون تحت الصور حق السقف أسلوب آخر من الأساليب العبثية انتهجته ميليشيا الإنقلاب في حي الكوثر تمثل هذه المرة بتوسيع مساحة أهدافها إلى عمق الحي وسخرت لهذا الغرض كافة الوسائل والمعدات الحربية التي نصبتها في مختلف المواقع المسيطرة عليها في جنوب وشرق المدينة وباشرت الحي بعملية قصف هستيري دمر المنازل وأرعب السكان وحصد أرواح الكثيرين منهم كان القصف والقنص من النقطة الرابع من مدرسة حمزة يقنصون تقات قذيفة كسرت القدران نحن افتقى عن هذه اليوم كانت نقول شهدوننا لا إله الله شهدوننا الحمد كانت تقول شهدوننا شهدوننا ونحن قسم نقول نقول لها قدر منموت 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 تقول لنا لا ربي يحبكم أيام الحرب كانت القضاء في قولة الحارة ونحن قالسين خايفين والقهل يفتقعوا يبكوا واني مشدلتا بعدين زاد الحرب وزادت القضاء من يهرب حربنا نحن نحن الحرب كان هناك في عيال يلعبون أقاءت القذيفة في تلك اليوم يعني المأساة كانت مؤلمة جدا يعني كيف استطاعوا أن يصنعوا مثل هذا الأعمال الأب عادوا خرج يعني يصيح لابنه بيروحه الصغير على طلقا بابنه أول ما قاءت القذيفة هو ابنه والأخ كمان كان طالع يصيح لأخوه يعني كانت القصة معساوية جدا الأخ طالع يصيح لأخوه والأب قائش والابنه فقاءت القذيفة قتلت الأب وقتلت الأخ التي طالع يصيح لأخوه أخوه الحمد لله عاش فكانوا يعني بالأرض كذا مطروحين نحن ندور الإسعاف مصدومين من الحادث الذي وقع والدماء كان لأنا من شدة الغبار والدماء الذي سفكت في تلك اليوم لم نرى وجوههم ولم نعرف تحديدهم كأننا ننام ما ندري إلا القصف نقوم كل واحد لما نروح نشوف فين الذي حصل القصف تقل الضربة الثانية تأخذ مناقص هذا كان بالحار كامل كان لازم تكون القذيفة الأولى إذا راحوا ينقذوا تقل القذيفة الثانية تنوع القصف من سلحة خفيفة إلى سلحة ثقيلة دبابات مدفعية وهذا القصف طبعاً قصف عشوائي طال معظم المنازل في المنطقة سكان مدنيين يعني ما فرقش ما بين مدني ما بين مقاتل ما بين مستشفى مدرسة القصف طال الجميع في اليوم العاشر من شهر مايو عام 2015 بلغت حدة القصف العشوائي من قبل الميليشيا على منازل حي الكوثر ذروتها انهالت القذائف في ذلك اليوم كالمطر عندها بدأ سكان الحي يدفعون فاتورة صمودهم بوجه الميليشيا منصور دبوان تحدى واكع الحرب والقصف والدمار وظل قابعاً في منزله عايش تفاصيل ذلك اليوم بكل أحداثه فكان نصيبه قذيفة عشوائية للميليشيا سقطت على داره الميليشيا يا عزيزي كانت تضرب من عند الميليشيات هي والحق المقلوع كانت تضرب من عند المالية ومكتب البريد تضرب العمارة هذه حق الدكتور طاهر تمام طبعاً تضرب تضرب عرض الحجار وكذا وكذا وتنزل كل حاجة هنا أخذتوا العيلا حقي اللي فوق ونزلتها لحد عند العيلا اللي تحت والقيران نزلوا وهربوا ودخلوا البيت اللي تحت وغير اللي بالحافة تمام من شديد الضرب يعني كلهم كلهم عندي هنا في الدر الأسفل لأنه مكان آمن ما تصورناش كل إحنا إنه إيش بدقي قذيفة لداخل البيت أو بدقي قذيفة في يوم لحد تاريخ عشر خمسة الفين وخمستاش الساعة عشر ونوص الظهر وصلت قذيفة ضربت الصقف اللي فوق فعندما ضربت طبعا بزت نوع من القدار الشرقي والقبلي الشمالي والشرقي يعني وضربت الخزانات الموجودة بالصقف اللي عددهم كان أربعة خزانات وكلهم مليانين ما حقنا وحق القيران فخرقنا على طول من داخل نشتير يطلع نشوف أو نتفرق من تحت لا فوق أي الخزانات الذي راحه يعني حق من الماء الذي راح تمام فخرقنا الإبن حقي محمد الله يرحمه وقف هنا عند الدائرة هذه مسنب أنا خركت عند الباب الحديد ابن الثاني أحمد ابن الثاني أحمد خرق وسنب عند العمود ابن الثالث بالباب الرئيسي مسنب أول ما يدخل حول شيئا لم تكتفي ميليشيا الإنقلاب عند قصفها لمنازل المواطنين بإحداث الضرر المرة واحدة بل تذهب بعد كل عملية قصف للقيام بعملية قصف تعقيبية لنفس الهدف والمكان هذا ما حدث بالفعل مع منصور دبوان الذي ما كاد أن يستوعب تفاصيل دمار القذيفة الأولى حتى باغتته قذيفة ثانية أحدثت مجزرة مروعة راح فيها خمسة من أفراد أسرته واثنان من الجيران الذين جاءوا ليحتموا في داره أنا حسيتها أنها جاءت في ظهري وأنا وقف عند الباب تمام الله 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 الأبن الحقي اللي براه هناك عند الباب الرئيسي يصيح يا با يا با محمد 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 هنا قد ضربته هنا في المكان هذا وشلت عليه قوز من الرأس يعني اختلع القوز غير السماء اللي كان هنا من بوالد ومن خزانات ومن كده أنا قل له أنا ما شوفش حاجة أنا ما شوفش يا عبد الله حاجة يعني قالوا لو كنوا مطروح داخل قلت له بزنو بزنو دخلوا بزنو نشوفه يعني دخلوا بزنو بزنو من هنا لورا البيت لأنه هو القحاشة حق أمه طبعا أمه لو شفته وفي بوحاقة أنا خايف عليها يعني مسكت العزيمة وآمنت بالله دخلتوا من الباب أشوف الحرم ما حقي أم العيال مطروحة ألاو هي الحرة النقيبة الله يرحمه وبنتي روان لا مش روان بنتي رنا جنبه وبنتي رحاب جنبه ثلاثة كده مطروحات الشضايا كده مع الدفعة حق القذيفة كده طرحي عرض القدار كأنه صورت طرحت هين كده طرح أنت من نفسك كده الثلاث الزوغة والبنت والبلت طرحتون على ماهن ودخل شوية أشوف بنت الأستاذة صباح جالس فقال مدكع بالباب قدي معطوفة تئن أخته الثاني قدامه قدي مرقومة برأس الصالة هناك ميتة أدخل شوية أشوف حق الحرومة الثانية قدي مرقومة هنا عزاك الله عند الحمام خلاص يعني حابة خشخش شضايا بالوج بالصدر تمام قدي مرقومة هناك أشوف ابني شوقي مرقوم هناك برضو عند الباب حق الغرف وحق النوم أشوف ابني الثاني حمزان الله يرحمه عن عمره 12 سنة قدو مرقومة عند الباب حق الغرف وحق النوم حابق اختلع وهكذا ميتة يعني الصوابت بعدين رأيتها حمزة أخي بعدين أمي بعدين أخذتني أختي للحمام حتى يغسل لي الدم اللي هو بكتفي وبعدين أخذونا للمستشفى هذا خرق له العاق وهذا كل ما يد كأن نشوف حاكم مش طبيعي ولا تقدري ترقدي الله مالي الله يزي لهم الكامل طدوهم تشفر رضان خرقنا على واحد 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 لما المهم كملناهم وخرقناهم وديناهم يعني والقرحة برضو خرقناهم يعني واحد من فرد الأسرة أسعاف واحد منهم اشتفاق في المتجفى وصلت ثاني وعدين يصل الثالث والرابع والخامس وصل بعد اثنين من القيران بالصراحة الفاقعة كانت كبيرة بالنسبة للمتواقدين بالنسبة للأسرة بالنسبة للقيران جبنا المنطقة كلها عدد سبعة شهداء من أسرة واحدة هذا يعتبر مصيبة بعدين أشوف مع باقي لا أنا بالبيت خرقنا الموتى وخرقنا القرحة يعني باقي أنا إيش عمالي إيش إيش إسوي يعني طرق هكذا رقعت الباب وخرقت يعني كانت كآبة صراحة الكآبة كانت تعم المكان كآبة حزن شديد كانت فاقعة صراحة ما بيش سكان وكافي كل مكان في مناطق كانوا طبعا بعيدين كانوا متواقدين وعن ما فشعرنا بحقيقة بحقم القريمة بحقم المأساة التي تمارس هذه الميليشيات على مواطنين عزال قبرناهم رقعنا بعدين نعالج إيش الباقيين يعني يعني لم نتوقع أن ميليشيات الحوثي هذه عندما دخلت أنها بهذا الإقرام بهذا الكم ليس لهم قلوب بدأ من يصلحوا الأمور نقول سالمين نقلس يصلحوا كل شيء خربوا أم الدنيا بكله سكينة عبد الجبار عاشت هي الأخرى تفاصيل أحداث مجزرة مروعة خطفت منها روح أخيها فؤاد عبد الجبار وزوجته وثلاثة من أولاده إضافة إلى أحد المستاجرين القاطنين معهم في البناية لكن هذه المرة ليست بقذيفة لميليشيا صالح والحوثي وإنما بصاروخ أسقطته بدم بارد إحدى طائرات التحالف العربي على منزلهم الواقع في منطقة خالية من أي تجمعات أو أهداف عسكرية يعني صحينا على الضربة نشوف كل حاجات تطير هذا ما قلش بالنا نصارخ بالبيت حتى بعدا لا نقوم نشوف البيت كله مدمار البيت الذي نحن فيه الشقق الأرض السقف الماء ينزل الغبار المهم اكتضمنا كل واحد يصيح للثاني داخل البيت هذا الذي نحن بادي الشققه أما الشقق الذي فيه بأخي ثلاثة أدوار يعني ققوا كلهم يعني غرو شافوا أخي قضب بين الركان بداخل البيت الصب كده فوقه أما بالنسبة لزوجتوا عيالهم حصلوا ملاقضهم بالبيت الثاني اليوم الثاني حصلوا القتاة حقهم قضب الصباح يعني هن يدوروا يدوروا أما أخي حصلوا عادوا حي أسعفوا أنه مستشفى حالتهم حالة يعني معورين مرة اللي مقطع واللي يعني لا حولة ولا قوة مكسرين كسر أكثر من أربع بيوت اللي ضرروا هنا بيت هناك بيت هذه البيت هذه البيت يعني أربع وخمس بيوت كلهم ضرروا بس الحمد لله هنا ما كانش في سكان السكان كانوا بهذه البيت الذي أخذهم أخذهم الصارو أقيل نشوف كل السامنة اللي داخل البيت الأثاث كله بالشارع كله بالشارع طيب نحن ندري أن الطيران المنط يضرب إذا في معسكر في آلات حرب في أسلحة لكن هنا ما فيش حاجة عوائل أسر عايشين بسلام نائمين آخر الليل يقيلهم يقيلهم صارو يقيمهم من النوم يأخذ الأسرة بأكملة خمسة أو ستة عنفار لا للبيت الثاني يقولوا يحصلوهم أشلاء هذا مش حرام منزل دمر بالكامل وستة أرواح فاضت إلى باريها هي التفاصيل الأولية لأحداث تلك المجزرة أعقبت ذلك تفاصيل أخرى لا تقل ألما عنها فالأبو أصيب بصدمة نفسية وعصبية لم تمهله كثيرا حتى لحق بركب من سبق فيما الأم لا زالت حتى اللحظة مقعدة بوضع سيء جدا من هول تلك المصيبة كما تصفها سكينة والوالد الله يرحمه قلت له صدمة قلبية يعني قلسنا نعالقه واستغلت له بعد فترة قلت له القلطة ما كانوا حسوا عنده يعني اللي راحوا عياله ابنه وعياله وزوقته حرام الذي يحصل ليش ما سمعناش مرة ضربة لتقمع حوتي مثلا نشتين نسمع مرة يقولوا تقمع حوتي ضربوا عليهم لا كله أخطاء أمي لحدة الآن تعبانة مكانه يتصيح فؤاد عياله زوقته الحاق مي ما لحن لحن جالس نحن بالغرفة وهي مكانه مكانه يتذكرهم يعني خلاص ظل وعي حقه مع يعني الصدمة دي أثرت عليهم مرة الوالد والوالدة الوالد الله يرحمه مات بشعبان والوالدة مكانه لكي ضحية حتى ما تقدش تقرب الجانب اللي يستهدف مدنيين سواء كان ميليشيات أو طيران أو أي طرف من الأطراف هتيعتبر قريمة والله ما عدرينا إش قصتهم كم يا غلط يعملوا هاقا قالوا خطأ عملوا هاقا قالوا خطأ ما عدرينا ليش يعني واحد يغلط مرة مرتين مو يكرر اللي غلط كم يا غلطات ياريت عدوهم يتفاقدوا الناس يعوضوهم لا تعوضات ولا حاجة ولا عوضونا بالبيت مثل أمو النموت يمكن ولا تفاقدوا حتى الأمراض كلهم سواسية يعني كلهم ناولنا شر لكن الله موجود هو الذي بي خارقنا لا نأمل من أحد إنه نعم أقام من شأن مساعدتنا لا ما أعتقدش نحنا بالنسبة للمواطنين ما ندريش إش الذي برؤوسهم إش الذي يعملوا مع التحالف مع الشرعية ما نقدش نحكم بس نحنا الذي نشوفه الذي نشوفه نحنا نشوف إنه ما فيش شيء لصالح المواطنين اليمني على واقع البنية التحتية في المنازل والمحال التجارية والممتلكات الخاصة يبدو حجم الضرر التدميري والتخريبي لميليشيا الانقلاب في هذا الحي كبيرا جدا لا زالت آثارها وشواهدها باقية وكأن أصحابها ومالكيها لم يفيق من هول تلك الصدمة المتلاحقة حتى اليوم الأثار الذي حصل من الحرب قوي جدا على الأطفال تحصلهم والله كانوا الأطفال أحيانا بالليل يبتزوا من النوم وصيحوا آه ما يوجد أمراض نفسية والذي خارجوا للشوارع والذي مرضوا والذي ماتوا نتيجة قلطات حالتهم سيئة أكثر النساء تجدهم بلا عائل لأنه أب الأسرة مثلا يا مقتل يا ما عندهش راتب ما عندهش أي حاجات لا حول له ولا قوة تبقى المرأة تقريبا من مكان لما كانت دور لعياله أي شيء الذي ستأكله بهذه الأعمال الإجرامية والمجازر الانتقامية والانتهاكات اليومية سجلت ميليشيا الإنقلاب مرورها في حي الكوثر بمدينة تعز وهذا ليس الناتج الفعلي بكل تفاصيله فهناك العشرات من القصص والمئات من الضحايا والآلاف من المغلوب عليهم الذين هجروا المكان بلا عودة وآخرين تواروا خلف آلامهم لكي لا ينكون الجراح مرة أخرى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر